خلينا بقى نروح لخبر تاني كنا احنا محتاجين نفهم اكتر الخبر ايجابي جدا على فكرة وده كان حصول مصر على المرتبة الاولى عالميا ما بين الوجهات السياحية طيب الكلام ده كلام 90 دقيقة ولا كلام مكتوب وموثوق طيب معنا انفو جراف ياريت لو نقدر ننسل الصورة شباب ده من موقع الماني شويسري عفوا موقع شويسري صورة بتبين المجال اسمها travel inside عملت استبيان لاكتر الاماكن الناس بتروحها مكتوب فوق يعني اكتر تلات وجهات في العالم بيتم فعليا جبوخت اللي هي حجزها يعني اولا مصر ب16% الثانية زي ما احنا شايفين كده جزر المالديف ب15% الدومينيك ب13% وبعدين بقى بتيجي بقى باقي الدول زي ما احنا شايفين المانيا كانت 1% زي ما احنا شايفين الارقام اللي موجودة ده هم بيتكلموا فعليا فعليا سويسرا الناس عملت هذا الاستبيان الناس في العالم بتروح فين الناس بتروح فين طيب كمان موقع CNN Travel اختار مصر كأحد الوجهات السياحية التي يمكن السفر اليها اثناء جائحة كورونا المستجدو ده في اطار مبادرة Unlocking the World اعادة فتح العالم كيفاء الغلق ده فيه ناس كتير على فكرة جالها نوع من انواع الاكتئاب بالذات في اوروبا انا عايز اقول لكم الاوروبيين اصلا مجتمعات بتحب الخروج بتحب السفر الرجل بيشتغل طول عمره عشان في الاخر يحاول شوية فلوس يلف يبيع العالم دي حياتهم يعني والشباب عايزين هم محتاجين يسفروا محتاجين يشوفوا ثقافات تانية بيحب هم يحتكوا بالثقافات الاخرى موقع CNN اطلق قدرة مبادرة اسمها Unlocking the World عايز اقول لكم قال ان مصر تعتبر من الوجهات الامنة للغاية اثناء جائحة كورونا المستجد واختار مصر كاحد هذه الوجهات من ضمن عدد من الدول اللي موجودة في العالم ده حاجة يعني شوفوا لما يبقى موقع سويسري بيقول ان مصر هي الوجهة الاولى بس عايز اقول لكم ان في البعض بيرى ان نوعية او جودة المنتج اللي احنا بنقدمه لسه محتاجين شغل عليه اه محتاجين شغل عليه بعض السياح بيتدايقوا في بعض الاماكن الاثرية والسياحية اه بيتدايقوا من بعض الممارسات من بعض الشخصيات اللي بتبقى موجودة في هذه الاماكن انما في بعض الاماكن التانية يعني هنتكلم مثلا دهب شرم الشيخ الغرداء الغرداء الناس دي فاهمة كويس قوي 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 قيمة السياحة وبياخد خدمة ما يحلمش بيها في اي حد تاني في العالم وبياخد عايز اقول لكم شمس موجودة على طول والفنادق اروع ما يمكن ما بيشوفش الحاجات دي في اي حد والسياحة الشاطئية هي من ضمن التارجتس اللي موجودة دلوقتي في العالم كله يمكن السياحة الاثرية تراجعت سنة البعض مش يعني الشبابب انتوا فاهمين بقى بيبقى عايز يقعد على البحر اكتر انما من ضمن المنظومة اللي ميبقى عندك سياحة آآآ شاطئية ومعاها سياحة اثرية بيبقى لها وقع كبير جدا 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 طيب نخش بقى على خبر الخبر ده